موسيقى من جديد لحضراتكم التحية مع هذه الجولة الصحفية وأهم ما ورد في الصحافة المصرية والعربية والأجنبية من عنوين وموضوعات نبدأ من الصحافة المصرية ومن صحيفة الأهرام نطالع الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبدالقادر بن صالح في أول زيارة خارجية له الرئيس يستقبل رئيسة البرلمان الأغندي ويؤكد دعم مصر للمسار التنموي بدول حوض النيل الرقابة الإدارية تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات وفقا للمبادئ الدستورية من جانبها كتبت صحيفة الشروق متحدث الرئاسة بن صالح أشهد بالتنظيم المبهر لبطولة كأس الأمم الإفريقية خلال لقائه مع الرئيس السيسي اتفاق على تنفيذ مشروع ربط كهربائي بين الخليج وأوروبا عبر مصر والأردن رئيس هيئة السكك الحريدية للشروق القطارات أرخص وسيلة مواصلات في مصر ولست مسؤولا عن تحريك الأسعار أما صحيفة الأخبار فجاءت أبرز عنوينها كالتالي الرئيس السيسي يتابع الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة سفير مصر بالصين خلال الاحتفال بذكرى الثالث والعشرين من يوليو نسعى للمهوض بالبلاد حتى تتبوأ مكانة بين القوى الاقتصادية النقلة لانتهاء من تطوير طريقة بنها المنصورة أكتوبر المقبل من صحيفة الوطن نطالع مدبولي للمحافظين عليكم توفير السلع والخدمات للمواطنين في العيد الحكومة بوابة موحدة للمناطق الاستثمارية الجاهزة للطرح في تسع محافظات وثماني مدن جديدة قريبا أول أفواج الحجاج يغادر مطار القاهرة إلى السعودية لأداء الفريضة ورئيس البعثة سنتابعهم لحظيا لإزالة أي عقبات أما صحيفة اليوم السابع فكتبت في عنوينها نهائي الكان في حماية العيون الساهرة استعدادات أمنية بمحيط استاد القاهرة تأمين ضيوف مصر قبل حفل الختام وتعزيزات أمنية لحافلات منتخباء الجزائر والسنغال القومية للأنفاق تنهي مراجعة عقود ستة قطارات مكيفة جديدة للخط الثاني للمترو الأرصاد تقص اليوم حار رطب على الوجه البحري والعظمة بالقاهرة 36 درجة إلى عنوين الصحافة العربية ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت البحرين اجتماع أمن الملاحة في الخليج بمشاركة أكثر من 60 دولة فرصة لردع الخطر الإيراني مندوب السعودية الدائمة بالأمم المتحدة آن الأوان لينهي الحوثيون احتلالهم لمراكز السلطة في اليمن العاهل المغربي خادم الحرمين حريص على تحسين ظروف الحج باستمرار من أبرز عنوين صحيفة الوطن السعودية نقرأ رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة ثلاثة أمطار استعدادا لموسم الحج توقيع وثيقة الاتفاق السياسي في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقارة المعارضة منظمة التعاون الإسلامي الدعوة لمقاطعة الدول التي لديها بعثات دبلوماسية في القدس نتحول إلى الصحف الإماراتية ونتابع من صحيفة البيان استنكار دولي لهجمات الحوثي ضد السعودية مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة الهجمات الحوثية تهدد الأمن الإقليمي الأرجنتين تصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وتجمد أصوله تأجيل التفاوض على الإعلان الدستوري في السودان بطلب من قوى التغيير وواشنطن تتعهد بالتعاون مع القادة الجدد من صحيفة الخليج نطالع تحرك إسرائيليون تهجير فلسطينيين قصريا من القدسة والأمم المتحدة تحذر وتدعو إلى وقف قرارات الهدمة في سورباهر موسكو تنفي وجود أي قوات برية روسية في إدلب السورية العراق يصف وزير نفط داعش وبرلماني كردي يحمل عائلة برزاني مسؤولية تدهر الأمن في إقليم كردستان إلى صحيفة عمان اليوم ومنها نرصد وزير الإعلام الفلسطيني القدس هي مفتاح السلام والحرب في المنطقة وهناك من يمول الانقسام الفلسطيني جريفث الحديدة البوابة المحورية للسلام في اليمن البرلمان اللبناني ينهي مناقشة موزنة عام 2019 ويتجه لإقرارها بالأغلبية آخر محطات الجولة أهم عنوين الصحافة الأجنبية ونبدأ من صحيفة فينانشل تايمز البريطانية ونطالع البحرية الأمريكية تقصف طائرة إيرانية بدون طيار في مضيق هورمز الكريملين يلقي بثقة له وراء جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة الإيرانية اشتعلوا غضب الإسرائيليين من أصل إيثيوبي بسبب مقتل شباب مراهقين من صحيفة جارديان البريطانية نرصد إيران تم في مزاعم ترامبا بإسقاط طائرة إيرانية بدون طيار وتعرض قبول تفتيش النووي أكثر دقة في حال ألغت الولايات المتحدة عقوباتها بشكل دائم الشرطة اليابانية تبحث عن أدلة وأسباب الحريق الذي يشتبه بأنه متعمد في استوديو للرسوم المتحركة في اليابان في حين تتجاوز التبرعات المليون دولار ننتقل إلى صحيفة تايمز البريطانية ومنها نطالع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي تخصص ملياري جنيه استرليني لرفع رواتب المعلمين وضباط الشرطة والقوات المسلحة في أكبر زيادة منذ ست سنوات قرر أردغان شراء نظام دفاع صاروخي من روسيا يطرح تساؤلات حول عضوية تركيا في النيتو صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية جاءت أبرز عنوينها كالتالي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول إن إيران والولايات المتحدة كانت على بعد دقائق من اندلاع حرب بعد أن أسقطت بلاده طائرة تجسس أمريكية بدون طيار الشهر الماضي النزاع التجاري مع اليابان يوحد أحزاب كوريا الجنوبية المنقسمة هيئة مراقبة الميزانية البريطانية تحذر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيزيد الركود الاقتصادية في البلاد إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي كتبت بينما يميل الرئيس الأمريكي للإنكار تغريداته العنصرية تصبح هتافات للحشود المؤيرة له خلال ثلاثة أيام سياسات ترامبا بشأن الهجرة أعلى تأثيرا من تغريداته العنصرية المعادية للأجانب منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الصحية في الكنغو لتفشي مرض الإيبولا ختم الجولة جاءتكم من النيل في القاهرة نشكر لحضراتكم حسن المتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة